ترني موعود ملك المسيح على حياتي سوء من فيض القلب عرفان وحوط ترنيمي شديدي أرنم للرد واغني لسيدي لحني واناشيدي أرنم لإلهي لدومتو موجود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود سلام المسيح ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ترنيمي وعود وترنيميتنا اليوم اسمها اليوم 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 انسماعت صوتك لتجسي قلبك ليش اليوم؟ لأنه اليوم لحظت أنها رسالة شخصية لكل حد عم يسمعني وإلي أنا شخصيا برضو أنه اليوم في إيدك اليوم معك اليوم انت موجود وبتتنفس وعايش بس رح يخلص هاليوم ورح يجي بكرة يا ترى انت موجود بكرة أو مش موجود بكرة؟ أنا بسأل نفسي هالسؤال فطالما اليوم معي الرب بناديك اليوم وبناديك اليوم إذا انت سمع صوته بتسمع صوته من خلال أحداث في حياتك من خلال ظروف بتمر فيها من خلال صلاة بتصليها وفي استجابة بتكون عن طريق أشخاص أو حدث معين بصير معك في حياتك لو سمعت هذا الصوت قرب ما تبعد الله عايزك اليوم ترجع ترجع بتوبه وتتمتع في العيشة مع هذا الإله العظيم اللي غرضه أنه أنا وإنت وإنتي أنه يكون لنا خلاص وحياة حلوة معه كل يوم والكلمات بتقول اليوم اليوم إن سمعت صوته لتقسي قلبك ربك يحبك ومحبة دوم اليوم اليوم عباب قلبك واقف افتح له الباب وإنت ما أنت عارف ولا حاسب حساب يمكن يمكن هذه آخر فرصة لك اليوم اليوم افتح قلبك واسمعه عيش السعادة معه اليوم والبيت الثاني بيقول عبيد وفضل منا يدعونا أولادا لا لا تنشغل عنا غيرها هالعادة يمكن يجي ويكون معادة اليوم 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 اسهر صلي وانتظر وإيمانك ينتج صبر والبيت الثالث بيقوله كافيك ، كافيك ذله وهوان بعيد عن ربك ما تحتاج الخير وحنان يرافقك دربك كافيك ذله وهوان بعيد عن ربك ما تحتاج الخير وحنان يرافجك دربك ارجع لبر الأمان اليوم اليوم وقبل الفرصة تفوت ابدأ عيش الملكوت اليوم اليوم وزي ما قلت زي ما ورد في الكتاب المقدس في السفر في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الثالث عدد خمسة عشر بيقول أنه اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم يا رب ساعدنا أنا وإخواني اللي عم يسمعوني وأخواتي أنه نرجع لك اليوم نسمع صوتك ونميز صوتك ونرجع لك في توبة حقيقية في وقت يمكن كل شيء بالعالم يبعدنا عن التوبة لكن خلينا يا رب نصمم قدامك في اسم المسيح ونقولك يا رب اليوم اليوم راجعين لحضنك والعيشة معك تعالوا نسمع الترنيم مع بعض وترنيمة اليوم مكتوبة على مقام الرصد واخترت درجة الدو أو السي عشان يكون ارتكاز هالمقام طبعاً الدرجة تختار حسب طبقة الصوت وحسب مادة ترنيمة زي ما نقول كل مرة مقام الرصد من المقامات الشرقية اللي صعب عزفها على آلي غربية مثل عود أو بيانو إلا إذا كان الكيبورد أو البيانو مطوع إنه تتغير دوزان النوتي اللي هنا عشان تكون ربع المي تكون ربع والسي تكون ربع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة